اشتركوا في القناة خلونا في البداية نتعرف على المتطابقات المثلاثية لضعف الزاوية احنا تعرفنا في الدرس السابق على مجموع الزاويتين الى سين اللي هو سين اي زائد بي عبارة عن سين اي كوسين بي زائد كوسين اي سين بي علشان نوجد سين اثنين ثيتا ممكن احولها الى مجموع الزاويتين اللي هي ثيتا زائد ثيتا الزاوية اي عبارة عن ثيتا والزاوية بي عبارة عن ثيتا ونروح نعوض في القانون لما نعوض يعطيني sine theta cosine theta زائد cosine theta sine theta اللي هما نفس الشيء فممكن أجمعهم نتوصل في النهاية إلى sine 2 theta عبارة عن 2 sine theta cosine theta هاي شلون ممكن أوجد قوانين ضعف الزاوية تعرفنا على أن sine 2 theta عبارة عن 2 sine theta cosine theta بنفس الطريقة ممكن نستخدم قانون الكوساين لمجموع زاويتين علشان نوجد كوساين 2 ثيتا بنتوصل إلى كوساين تربيع ناقص ساين تربيع من هاي القانون ممكن نستنتج قانون آخر ممكن أشيل الساين تربيع وعوض بعلاقتها مع الكوساين تربيع اللي أخذناها سابقا احنا تعرفنا سابقا أنه ساين تربيع زائد كوساين تربيع يعطيني 1 بالتالي ممكن أشيل الساين تربيع وعوض بدالها بواحد ناقص كوساين تربيع منتوصل إلى أنه كوساين 2 ثيتا عبارة عن 2 كوساين تربيع ثيتا ناقص 1 بنفس الطريقة ممكن أشيل الكوساين تربيع وعوض عنها بواحد ناقص ساين تربيع بنوصل إلى أنه الكوساين 2 ثيتا عبارة عن 1 ناقص 2 ثيتا هاي ثلاثة قوانين لضعف الزاوية للكو ساين ممكن نستخدم قانون المجموع للتان ونتوصل إلى التان ثمين ثيتا عبارة عن ثمين ثان ثيتا على واحد ناقص ثان تربيع ثيتا خلونا ناخد مثال أوجد القيمة الفعلية لساين ثمين ثيتا إذا كانت ساين ثيتا تساوي أربعة على خمسة وثيتا محصورة بين الصفر والتسعين يعني ثيتا في الربع الأول علشان أوجد ساين ثو ثيتا أحتاج القانون أنه ساين ثمين ثيتا عبارة عن مينة ساين ثيتا كو ساين ثيتا أطالع المعطيات اللي عندي ما عندي إلا ساين ثيتا معناتها أحتاج أن أنا أوجد كو ساين ثيتا فالخطوة الأولى أوجد الكو ساين إيشلون نوجدها؟ نستخدم العلاقة اللي بين الساين والكو ساين اللي هي ساين تربيع زائد كو ساين تربيع يعطيني واحد فأروح أعوض عن الساين بأربع على خمسة أنقل وأربع وأطرح بيعطيني تسعة على خمسة وعشرين نأخذ الجذر التربيعي للطرفين فبيعطيني موجب أو سالب ثلاثة على خمسة عندي معلومة أعطوني إياها في السؤال أن ثيتا في الربع الأول بما أن ثيتا في الربع الأول معناته أن الكوساين موجبة فإذا كوساين ثيتا تساوي ثلاثة على خمسة الخطوة الثانية نروح نعوض في قانون ساين مين ثيتا بدل الساين بأخلي أربع على خمسة وبدل الكوساين بأخلي القيمة اللي أوجدتها له ثلاثة على خمسة بيعطيني الناتج 24 على 25 نشوف مثال الثاني أوجد القيمة الفعلية لكوساين مين ثيتا إذا كانت ساين ثيتا تساوي ثلاثة على أربعة والزاوية محصورة بين الصفر والتسعين هني عندي ساين ممكن أوجد الكوساين وأستخدم العلاقة اللي قلتها كوساين تربيع ناقص ساين تربيع بس إحنا قلنا إن كوساين ضعف الزاوية فيها ثلاثة قوانين فأنا أشوف القانون الأنسب وأستخدمه بما أنه أعطوني ساين وأنا عندي علاقة لكوساين ثمين ثيتا بالساين فقط اللي هي كوساين ثمين ثيتا تساوي واحد ناقص ثمين ساين تربيع ثيتا فمباشرة أعوض ما يحتاج روح أطلع الكوساين وأعوض في العلاقة الأولى ممكن أستخدم هاي العلاقة وأعوض عن الساين وأوجد القيمة بالتالي بيعطيني كوساين ثمين ثيتا يساوي سالب واحد على ثمانية ننتقل إلى التدريب بعطيكم وقت تحلو التدريب وبرجع لكم اشتركوا في القناة 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 نشوف حل التدريب احنا نعرف أن تان ثمين ثيتا عبارة عن ثمين ثان ثيتا على واحد ناقص ثان تربيع ثيتا والسؤال أعطوني فقط السين وقالوا لي أن زاوية في الربع الثاني معناتها علشان أعوض في القانون أحتاج التن وعلشان أوجد التن أحتاج الكوسين فأول خطوة أسويها أن أنا أوجد الكوسين بالعلاقة اللي هي سين تربية زائد كوسين تربية يساوي واحد نعوض بدل السين خمسة على ثلاثة عشر ننقل نربع نطرح ناخذ الجدر التربيعي يعطيني موجب أو سالب 12 على ثلاثة عشر الحين قلنا أن زاوية ثيتا تقع في الربع الثاني في الربع الثاني معناتها الكوسين سالبة فإذا كوسين ثيتا تساوي سالب 12 على ثلاثة عشر الخطوة اللي بعدها أروح أوجد التن التن عبارة عن سين على كوسين نعوض بدل السين خمسة على ثلاثة عشر وبدل الكوسين سالب 12 على ثلاثة عشر فبيعطيني في النهاية أن التن عبارة عن سالب خمسة على ثلاثة عشر آخر خطوة أسويها أروح أعوض في القانون لضعف الزاوية للتن اللي هي بدل التن بخلي سالب خمسة على ثلاثة عشر في البسط وفي المقام وبالتبسيط نتوصل إلى أن تن 2 ثيتا تساوي سالب 120 على 119 عندكم تدريبات للتحدي ممكن تفكرون فيهم بنرجع لكم بعد شوي شكرا 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 خلونا نشوف حل التدريب الأول عندي ساين 15 كوسين 15 لو فكرنا فيها ساين كوسين ناقصها بس 2 عشان ترجع إلى قانون ضعف الزاوية إلى ساين معناتها أنا ممكن أزيد 2 بس علشان ما أغير السؤال بقسم على 2 أو بضرب في نص بالتالي ممكن نقول أن هذا السؤال أحوله إلى 2 ساين 15 كوسين 15 على 2 الاثنين والاثنين يروحون مع بعض بيرجع السؤال معنات أنا ما غيرت في السؤال شي الحين هاي اللي في البسط عبارة عن قانون ضعف الزاوية إلى الساين الزاوية تشم 15 فإذا عبارة بنرجعها إلى أصلها ساين 2 في 15 فبيعطيني ساين 30 على 2 وساين الثلاثين عبارة عن نص على 2 فبيعطيني الجواب النهائي ربع بنفس الطريقة هني لو نلاحظ 1 ناقص 2 كوسين تربيع 75 لها علاقة بقانون ضعف الزاوية إلى الكوسين بس والمفترض يكون الاثنين كوسين تربيع في البداية بعدين الواحد معناتها ممكن أسحب عام المشترك سالب وتحول إلي للقانون اللي عندي ياهني الزاوية ثيتا 75 فأرجعها إلى أصلها ما أنسى السالب اللي برا بيكون كوسين ضعف 75 يعني كوسين 150 بالتالي بيعطيني الناتج النهائي جذر ثلاثة على 2 نشوف آخر واحد واحد ناقص 10 تربيع 22 ونص على 2 22 ونص لو نلاحظ أنه نفس القانون ما للتن بس بالمقلوب فعلشان أوجده وأقلبه بيعطيني كوتانجنت معناتها أن هاي كوتانجنت ضعف الزاوية 22 ونص بالتعويض المباشر بيعطيني كوتانجنت كوتانجنت الـ 45 يعني 1 تشيري نكون خلصنا قوانين ضعف الزاوية وننتقل إلى قوانين نصف الزاوية المتطابقات المثلاثية لنصف الزاوية ساين ثيتا على 2 عبارة عن موجب أو سالب جذر واحد ناقص كوسين ثيتا الكل على 2 كوسين ثيتا على 2 عبارة عن موجب أو سالب جذر واحد زائد كوسين ثيتا الكل على 2 وثاني ثيتا على 2 عبارة عن موجب أو سالب جذر واحد ناقص كوسين على واحد زائد كوسين طبعا كوسين ثيتا لا تساوي سالب واحد خلونا نشوف مثال على ذلك أوجد القيمة الفعلية لكوسين ثيتا على 2 إذا كان سين ثيتا يساوي سالب 15 على 17 والزاوية ثيتا تقع بين 180 وال270 يعني في الربع الثالب علشان نوجد كوسين ثيتا على 2 أحتاج القانون اللي يقول لي كوسين ثيتا على 2 موجب أو سالب جذر واحد زائد كوسين على 2 القانون في كوسين والمعطى في السؤال هو السين فمعنات القطوة الأولى اللي أسويها أوجد كوسين كوسين كيف نوجد الكوسين بعلاقتها بالسين نعوض في التطابقة ونوجد قيمة الكوسين نتوصل إلى أن كوسين ثيتا عبارة عن موجب سالب ثمانية على جذر 17 شلون أحدد هي قيمة موجب أو سالبة نرجع للسؤال اللي قال لي أن ثيتا تقع في الربع الثالث في الربع الثالث معناتها كوسين سالبة بالتالي نتوصل إلى أن كوسين ثيتا عبارة عن سالب ثمانية على 17 الخطوة الثانية نروح نعوض في قانون كوسين لنصف الزاوية بدل الكوسين ثيتا أعوض بسالب ثمانية على 17 وبعد التبسيط بنتوصل إلى أن كوسين ثيتا على 2 يعطيني موجب وسالب ثلاثة جذر 34 على 34 باقي آخر شغلة أحددها هل القيمة موجبة أو سالبة كيف نعرف؟ بما أن ثيتا تقع بين 180 وال270 اللي قالوا لها لي في السؤال معناتها إذا قسمنا الأطراف المتباينة كلها على 2 يعطيني ثيتا على 2 تقع بين 90 وال 135 أي في الربع الثاني معناتها الكوسين فهي الحالة سالبة إذن كوسين ثيتا على 2 تساوي سالب ثلاثة جذر 34 على 34 عندكم هاي التمرين تحلونا وبنرجع لكم بعد شوي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر نشوف حل التدريب طبعا الخطوة الأولى نوجد الكوسين الخطوة اللي بعدها نعوض في قانون نصف الزاوية للسين وبنتوصل في النهاية إلى أن سين ثيتا على 2 عبارة عن جذر 18 زائد 6 جذر 5 الكل على 6 ننتقل إلى مثال آخر مستعملا المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية أوجد القيمة الفعلية لتان 75 لو نلاحظ أن 75 أساسا نهاية من 150 على 2 يعني لما أقسم 150 على 2 بيعطيني 75 بالتالي ممكن أحول الزاوية 75 إلى نصف الزاوية معلومة وأستخدم قوانين النصف فإذا تان 75 عبارة عن تان 150 على 2 وبستخدم متطابقة تان ثيتا على 2 علشان أحدد هل أخذ القيمة الموجبة أو سالبة الزاوية 75 زاوية في الربع الأول معناتها إذا تان إليها موجبة فأخذ القانون بالموجب أحينا نعوض بدل الثيتا أخلي 150 وأعوض بدل كوساين 150 سالب جذر 3 على 2 وبالتبسيط نتوصل إلى أن التان 75 عبارة عن 2 زا الجذر 3 ممكن 75 أحولها بحسب الدرس السابق إلى مجموع الزاويتين اللي هم 30 زا 45 واستخدم قانون المجموع بس هنا في السؤال طالب من عندي قانون النصف فأحنا استعملناه بالنصف عندكم هاي تدريب تحلونا وبنرجع لكم بعد شوي شكرا لكم 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 نشوف حل التدريب كوساين 157.5 عبارة عن كوساين 315 على 2 فحولتها إلى نصف زاوية بالتالي ممكن استخدم قانون النصف ولاحظنا 157.5 زاوية تقع في الربع الثاني بالتالي الكوساين لها سالبة فأستخدم القانون بالسالب وبالتعويض والتبسيط نتوصل إلى أن كوساين 157.5 عبارة عن سالب جذر 2 زائد جذر 2 الكل على 2 خلصنا من إيجاد قيم التعابير المثلثية بقوانين النصف ننتقل الحين إلى إثبات صحة المتطابقة المثال هنا طالب من عندي أثبت صحة المتطابقة 4 كوساين تربيع x ناقص ساين تربيع 2x يساوي 4 كوساين 4x فالخطوة الأولى اللي بساويها باخذ الطرف الأيسر اللي هو 4 كوساين تربيع ناقص x ناقص ساين تربيع 2x لو ألاحظ هنا عندي قانون ضعف زاوية 2x معناتها بس عليها تربيع ممكن أنا أخلي قوس وأرفع تربيع فوق ممكن الآن أشيل قانون ساين 2x وعاوض بقانون ضعف الزاوية إلى الساين اللي هي 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا أو 2 ساين x كوساين x أحين نربع الاثنين تربيعها 4 هاي ساين تربيع وهذه كوساين تربيع الخطوة اللي بعدها ممكن أسحب عام المشترك 4 كوساين تربيع من الحدين لما نسحب عام المشترك بيظل عندي من المقدار الأول 1 ومن المقدار الثاني ساين تربيع x أحين لو نلاحظ 1 ناقص ساين تربيع x هي علاقتها بالكوساين اللي هي احنا ماخذين المتطابقة سابقا كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساء واحد معناتها إنه 1 ناقص ساين تربيع ممكن أشيلها وخلي بدالها كوساين تربيع نضرب في بعض كوساين تربيع في كوساين تربيع نجمع الأسس بيعطيني في النهاية 4 كوساين وساين 4x وهو الطرف الأيمن شدي نكون أثبتنا المتطابقة اللي يعطونا إياها نشوف مثال آخر أثبت صحة المتطابقة تان ثيتا تساوي 1 ناقص كوساين 2 ثيتا على ساين 2 ثيتا طبعا الطرف الأيسر تان ثيتا ما عندي شيء أتعامل معه ما قدر أغيره يعني حتى لو غيرته ما بغسطني إلى الطرف الأيمن فبتعامل مع الطرف الأيمن هالمرة بناخذ 1 ناقص كوساين 2 ثيتا على ساين 2 ثيتا كوساين 2 ثيتا فيها ثلاث علاقات فأحنا نشوف العلاقة الأنسب علشان أعوض بها أبغي تان تان معناته ساين على كوساين فهنا الأفضل أن أنا أروح للقانون اللي يربط لي كوساين 2 ثيتا مع الساين بستخدم العلاقة اللي تقول لي 1 ناقص 2 ثاين تربيع ثيتا وطبعا ساين 2 ثيتا طانون 1 هو 2 ثاين ثيتا كوساين ثيتا فبشيلهم وبعوض بعلاقاتهم نوزع السالب الواحد مع الواحد بيروحون بيظل عندي 2 ثاين تربيع ثيتا على ثمينة ثاين ثيتا كوساين ثيتا نشطب الزاين واحدة من البست مع الزاين مع المقام والاثنين مع الاثنين بيظل عندي ثاين ثيتا على كوساين ثيتا اللي هي تان ثيتا بالتالي توصلنا إلى الطرف الأيسر عليكم تحلون هاي التدريب اشتركوا في القناة 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 الأيسر نفك التربيع اللي هو مربع الأول يعني sin تربيع 2 في الأول في الثاني يعني 2sin cos زائد مربع الثاني يعني cos تربيع أحين طالع عندي sin تربيع هني وطلع عندي cos تربيع هني ونحن ندري إن sin تربيع زائد cos تربيع يعني 1 فماعناها ممكن أشيل هالمقدار وخلي بدالهم 1 فبيظل عندي 1 زائد 2sin ثيتا كوسين ثيتا. واحنا اخذنا من شوي ان ساين 2 ثيتا عبارة عن 2 ساين ثيتا كوسين ثيتا. معناتها هذا المقدار ممكن اشيله وخلي بداله ساين 2 ثيتا. فاذا في النهاية نتوصل الى ان ساين ثيتا ساين ثيتا زائد كوسين ثيتا لكل تربية يساوي واحد زائد ساين 2 ثيتا. تبينكم خلصنا الدرس ونشكر لكم حسن الاستماع.